واعتبر معهد المجلس الأطلسي الأمريكي أن رئيس الوزراء الجديد محمد الشياء السوداني محظوظ لأنه تولى الحكمة والعراق في وضع جيد مالياً وإقليمياً ودولياً مؤكداً أن النجاح يأتي من إنجازات صغيرة يحتاجها المواطنون العراقيون وصف التقرير المصادقة على السوداني كرئيس للحكومة ببارقة من الأمل ويعطي العراق فرصة للتحرك قدماً حول العديد من الجبهات المرحة مضيفاً أنه رغم وجود اعتراضات كثيرة على خيارات معينة لحكومته إلا أن أحداً لم يطرح الشكوك في كفاءة السوداني ونزاهته ومدى ملاءمته لمنصب رئيس الوزراء أدع المعهد الأمريكي إلى أن تكون الأولوية المحلية على رأس اهتمامات السوداني وتطبيق خطة لتعافي الأمة وتنشيط الاستثمار ومواصلة المراهنة على السياسة الخارجية المحيدة من أجل المضي بالعراق أكثر على طريق التكامل الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر